كلكم راعٍ وكلكم مسؤولون عن رعياتي يعني ابتدينا نراعي رعيتنا ابتدينا الزوجة تراعي زوجها والزوج تراعي زوجته وعشان كده عن السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرد أن يخرج أقرع بين نسائه فياتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهم فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أنزل الحجاب إيه اللي حصل؟ إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الموقف ده إن الزوج لا يفكر وحده عايز يخرج لازم يكون مع زوجاته وعلى فكرة في حديث مثل هذا اللي هو حديث نزول آية التيمم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فضل هو والصحابة بيدوروا على عقد السيدة عائشة وهم ما عامش مية وليسوا كمان على ماء مراعاة اللي إيه؟ مراعاة إن زوجته ما ينفعش إنه ويقول هي خلاص ما مسؤولة عن تصرفاتها وخلاص لكن رعاها رعاها ليه؟ لإن بقيت هي جزء منه فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن زوجته جزء منه ففي السفر ما ينفعش يسافر من غير ما يراعي زوجته فعشان كده التكيف معناه إن أنا في السفر أراعي زوجتي في ناس كتير لما تيجي تسافر تختار المعادل اللي هي يريحها من غير النظر إلى زوجته ولما هي تقرر اللي هي عايزين يسافر رتب أنت نفسك ومناش دعو أحنا لا 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 إحنا لازم نفكر في بعض والأولاد لما بيطلعوا ويشوفونا إحنا بنقدر نفكر في بعض بيعرفوا إن الحياة بتكون في بيئة ما بنكونش منفردين كل واحد بعيش لوحده فالتكيف الزواج ده مهارة ومهارة من أهم المهارات والمهارة دي لها شوية خطوات لو عملناها ممكن نبقى عندنا مهارة التكيف في الزواج ده بس في واحد يقول لي طب قبل ما أتكلمني عن خطوات المهارة دي وأنا مضطر ليه أبقى متكيف زواجيا ما أنا الزوجة اللي هو بتكلم مزوجي يتكيف علي وكتيه من الستتات بتعمل كده مزوجي هو اللي يتكيف علي أنا ليه مضطر أن أتكيف أتكيف هو مناسبة أو أرعي ليه طب ما هو اللي يرعيني الحقيقة أن مراعاة الزوج بتنشئ لدى الإنسان مراعاة الزوج بتنشئ عند الزوجة حالة من حالات الإحساس أنه في أمان والزوج لما بيراعي الزوجة بتزداد حياة الرجول عنده إزاي الكلام ده يعني الراجل لما بيراعي زوجته هو لو بيعمل الكلام ده بإخلاص وبهمة وبشعور حقيقي بيحس إن هو بقى فخيم بقى كده ممتلئ بيحس إن حياته كده بقى ليها معنى لما بيفكر في زوجته بيحس إن حياته تغيرت إلى الأحسن فإحنا بنتغير وبننضج وبنحس بحياتنا أجمل لما بنفكر في غيرنا لكن لما بنستبعد غيرنا الستة لما تستبعد زوجها بتحس إن هي في حالة خوف إن هي ملها السند وإن هي ملهاش ضعر وإن هي لوحدها لكن لما تحس إن هي بتراعي زوجها شوية شوفوا شعور الزوج واضح شعور الزوج ملفوف شوية إذ إيه علاقة النية لما تفكر في زوجها تحس بالأمان لما تفكر في زوجها تحس إن هي في أي وقت هي ما زالت زوجها عندها رجلها عندها حد يحميها فتحس بالأمان إيه ده شوفوا هو صعيح الشعور ملفوف لكن هي لما بتفكر بدا ولذلك تلاقي الستات الكتير اللي هي عايش حياة السنجالة وعايش حياة البنوتة حتى وهي متجوزة إيه اللي حصل بتحس دايما تجي في وحازات كده وتحس بإن هي مكتائبة تحس إن هي لوحدها ليه طيب عشان ما عندهاش إن هي تكيفت وبقت زوجها كثير من الزوجات لما بتتكيف وتحق وتبع عندها مهارة التكيف دول إيه اللي حاصل يجيوا لها على فكرة إنت اهتماماتك اختلفت بالنمجك اليوم اختلف آه بتقولهم بس أنا حاسة بإن أنا بقيت أكثر نطجاً وأكثر اكتمالاً أنا حاسة دلوقتي إن أنا امرأة كاملة معقولة ده أنت بتكلم على الناس تلطاف آه لما تبص كده في الخطوات اللي احنا نقولها لكم عشان تحسوا بمهارة عشان تكتسبوا مهارة التكيف في الزواجي هتحسوا بدا إن الزوجين يتفقوا على الأدوار الزوجية دي أول خطوة عشان تبقى عندنا مهارة التكيف في الزواجي لازم نتفق الأول على الأدوار الزواجية أول شيء بيقابل الزوجين حديث الزواج بعد الانتقال الحياة مشتركة هي الأدوار الزواجية هنعمل إيه مين اللي هيشيل الكبات مين اللي هيود الحاجة في المطبخ مين اللي هيعمل أكل مين اللي هيجيب الحاجة من عند الخضري مين اللي هيستقبل الناس مين اللي هيقف مع الصناعية كل الأدوار دي أدوار مين اللي هيجيب حاجة الشهر يعني ننزل امتى نشتري الحاجات ادوار صحيح يا ادوار بقى ان التفاصيل دي مش مهمة لكن في الحقيقة هي التفاصيل دي هي اللي بتخلينا عارفين نعيش مع بعض فالمسؤول عن القرارات الخاصة بإدارة البيت والامور الاقتصادية البسيطة ومين مسؤول عن القرارات الاقتصادية الكبيرة وخط التطوير حياتنا الاجتماعية والاقتصادية كل ده وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان بيشارك زوجاته ادوارهم في البيت